في الفيديو ده هاولك على خمس طرق مختلفة عشان تحقق بيهم ربح كمصمم جرافيك. وايه اهم المواقع اللي انت ممكن تشتغل عليها عشان تحقق منها ارباح بشكل مختلف. يلا بينا بعد الانترو. ازاي ايكم اعملين ايه? انا عمر حسن. اتقالاتي لتعلم الجرافيك دزاين. لو انت مهتم انك انت تتعلم وتطور. بسيش بقى تعمل لايك وسبسكرايب الفيديو عشان نوصل لك كل الحكايات الجديدة. في الفيديو ده انا جمعت لك اهم خمس طرق تحقق بيهم ربح كمصمم جرافيك. والطرق دي منها في منها ربح سلبي. يعني انت ممكن تحقق ربح وانت قاعد مسلا مع صحابك او قاعد نايم مسلا ففي ربح شغال معك. وفي طرق تانية فيها ربح خاصة ان انت بتشتغل شغل معين وبتاخد اصاده ربح على قد الشغلانة دي. ده اكده باول طريقة بتحقي ربح هو ان انت ممكن تبيع ديجيتال بروتل. وديجيتال بروتل دي عبارة ان انت بتبيع التصميم على تيشرتات. لو في تيشرت معين مسلا انت ممكن تعمل عليه التصميم بتاعه. وميزة الموضوع ده ان انت مش مطالة تجيب تيشرتات وتجيب خمات وتتفق مع مطبعة وتبيع وتسوق وتوصل. لا. انت كل ما في الموضوع انت بس فقط هتعمل التصميم بس. وكل واحد هيخش على الموقع يشتري التيشرت ده. الموقع بيتكفر بكل حاجة. هو بيجيب الخمات وبيتبع التصميم على التيشرت وبيوصله وبيعمل كل لحاجة وانت بس بتاخد فلوس على كل ما بيعة بتحصل على التصميم بتاعك. فاعتقد يعني مفيش حاجة احسن من كده. اهم حاجة طبعا ان تكون التصميم بتاعك هو تصميم حصري. نكونش سرعه او ما لده من الحاجة. ويكون في نفس الوقت تصميم واكب للترند. في الاغلب المواقع اللي هوليك كمان شوية بتستعد في دول زي امريكا ووروبا. فلازم يكون فاهم الترند انه يكون مش ازاي. فاول ما يطلع الترند معين تعمل التصميم الخاص بالترند ده. هتلاقي في الاغلب التصميمات بتاعتك بتتباع طول ما هي تصميمات كويسة وبجودة عليها. وفي عندك تلات مواقع مهمين جدا. في موقع اسم وموقع بالاضافة لموقع ميرش باي امازون. ودي كلها مواقع بتقوم على الفكرة اللي بقول لك عليها ان انت بتعمل فقط التصميم وبترفع على الموقع وبعد ما ما التصميم بتقبل بتاعك. فبيجي اي حد يشتري التصميم بتاعك او التشيرت اللي عليه التصميم بتاعك. وانت بتاخد نسبة او فلوس على كل واحد بيشتري التشيرت بتاعك. نيجي بقى للطريقة التانية ان انت ممكن تبيع استوكات. واستوكات دي يافض بيها ان انت لو انت مصور بتاعة بتاخد صور حلوة. او لو انت بتعمل تصمات تري دي اوبجيكت ان انت بتعمل تصمات تري دي كده وبتعرضها بشكل حلو. لو انت بتعرف تعمل مقباط. او لو انت مسلا رسام وبتعرف تعمل او لو انت بتشتغل في او في الكاليجرافي وبتعرف تعمل آآ مخطوطات بشكل احترافي. فانت تقدر تبيع الحاجات دي كلها على مواقع متخصصة في بيع الستوكات. وبرضو بتاخد على كل واحد بيشتري التصميم بتاعك بتاخد عليه فلوس او نسبة معينة. ومن اشهر واهم المواقع دي المواقع طبعة شاتر ستوك. موقع اي ستوك. بالاضافة للستة كبيرة جدا ندا من المواقع اللي انت ممكن بتعرض عليها الشغل بتاعك. على كل واحد بيعمل دولود التصميم بتاعك انت بتحقق الدخل. ميزة الطريقتين دولة اه اللي هو طريقة بيع التشتات وبيع الستوكات ان انت بس بتتعلمرة واحدة بس انك انت بتعمل التصميم وبعد كده بتسيب التصميم على الموقع بيبدأ يحقق دخل وانت ممكن مسلا قاعد مع اصحابك واقعد نايم في البيض. اه ده من سمين دخل السلبي. ان انت ممكن تحقق دخل وانت مبتعملش حالة دلوقتي. بس في فلوس دخلالك بشكل مستمر. طريقة ثالثة ان ان انت ممكن بتحقق بها دخلك بصمم جرافيك ان انت طبعا تشتغل كفريلانسر. دي حاجة طبعا كلنا عارفينها يعني انت بتخش على المواقع الفريلانسر المختلفة وبتعرض شولك. المواقع دي بتتقسم لنوعين. في مواقع انت بتبع فيها خدمات انت بتقدم فيها الخدمة والزبون هو اللي بيجي لك. زي مسلا موقع خمسات بالعربي او مسلا موقع وده موقع اجنبي. المواقعين دولة ميزة اللي فيهم ان انت بتعرض الشغل بتاعك او بتعرض الخدمة بتاعتك. مسلا انت مسلا هتعمل تصميم مسلا خدمة تصميم سوشيال ميديا. فبيبدأ المهتم بالوضع دا بيخش عندك وبيشوف الخدمة بتاعتك لو عجبته بيشتريها وبتنفذ الحاجة دي وبيجي لك الارباح في الاخر. في نوع تاني من المواقع انت بقى اللي بتروح فيها للعميل. العميل بينزل والله انا عايز واحد اين ثلاثة. فبيبدأ يقدم عليه المصنمين او الناس المتخصصة في الحاجة اللي بيعرفي عملها. وانت برضو بتقدم معاه. والعمل بيبدأ يعمل انترفيو بيختار واحد من الناس دي عشان يبدأ ياخد الجوب دي. ومن اشهر موقع بتشتغل بالموضع دا هو موقع مستقل وموقع ابورك. وبرضو موقع اسمه فريلانسر. الطريقة الرابعة عشان تحقق بها دخل ان انت تشتغل ماركتينج نفسك. ان انت تعمل ماركتينج نفسك. ودي طريقة مهمة جدا فيه كتير من الناس بتخفل عنها. ان انت بيبدأ يقول لك انا مش لاقي شغل وانا شغل كويس ولكن انا مش عارف مش لاقي العميل. هو انت ليه لازم تفضل قاعد ومستني العميل. دور انت على العميل. ابدأ اسعى ويبدأ عرف عن نفسك. بتلاقي ان ان الشخص اللي بيشتغل ده ما بيعلنش على صفحة بتاعته نوع مصمم. ما بيكتبش ما بينزلش بوستات عن التصميم. لازم ان انت تنزل شغلك بشكل مستمر عشان دقيق عشاني عشانين. بقى ليك متابعين والناس تعرف ان انت شغال في المجال ده. حتى الديرة القريبة منك تعرف الكرام ده. كمان ان انت تشتغل مسلا على الجروبات المختلفة. كمان ان ده ممكن تشتغل على منصة زي لينك دين. لينك دين اجمع من منصات الاحترافية جدا. اللي اي حد فين هيقدر يخش عليها ويشتغل عليها ولكن بس تفرج على كورس كده زي تتعاملوا عن لينك دين. والموضوع بعد كده ببقى بسيط جدا. برضو نزل شغلك عليه وفي الاغلب هيجيلك شغل كويس جدا. كمان ميزة لينك دين لان انت بتلاقي عليه فيه كده فيه قسم الجوبز او الوظايف بتخش عليه. وبتبدأ ان انت تبحس عن الوظيفة المناسبة لك. وبتشوف تنفسية الوظيفة لو تمام بتبدأ تقدم عليها وبتبدأ ان تحط السي في بتاعك والبرتفوليو بتاعك وهم لو عجبهم الشغل بتاعك بيبدأ يتواصلوا معك. برضو عشان الماركتين بداية يكون كويس لازم انك تعمل مرض اعمال محترم على الموقع بيهانس بتاعد عليه شغل بتاعك. وبرضو بيهانس من المصادر المهمة جدا اللي بيجيب لك شغل. بس طبعا بيتوقف على جودة الشغل بتاعك. فلازم تفضل دايما اكتف ومستمر ومتفاعل بشكل مستمر. واخر طريقة انت ممكن تكسب بها فلوس كمصمم جرفك ان انت لو انت عندك مقدرة ان انت تشرح او بتعرف تشرح كويس ممكن انت تعمل كورسات وتبيعها على منصات الكورسات المختلفة. خصوصا لو انت لغة الانجليزية بتاعتك كويسة جدا. ده انا هتحقق رفح ممتاز ممتاز من موضوع بيع الكورسات ده. طيب ايه هم المنصات التي بتعرض عليها الكورسات بتاعتك? عندك طبعا موقع زي وعندك موقع زي وغيره طبعا كتير من المواقع التي ممكن بتعرض عليها الكورسات بتاعتك. هتسجلها بس بقوانة عالية محترمة. واتنظم فيها الكلام والمعلومات. وتعرض الكورسات بتاعتك دي هتقدر حق دخل كويس جدا وخصوصا لو الكورسات دي انت عملها بالانجليزي ففاة الجمهور بتاعتك هتكون عالية جدا وهيكون فيها رفح ممتاز جدا جدا. لو انت استفدت من الميديو ده ما تنساش ان انت تعمل لايك الفيديو وتشتريف بالقناة. ويوجد تحت في التعليفات الفيديو اللي جاي انتو عايزينه يكون عن اين? نشوفكم معا خير ان شاء الله. سلام.